قال السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد الجابر إن المملكة ستساهم بمبلغ 500 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن منها 25 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المسجد وأشار الجابر في تصريح نشرت وكالة الأنباء السعودية إلى أن المملكة العربية السعودية أكبر المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن سواء عبر الأمم المتحدة أو بشكل مباشر وأكد آل جابر إن الدعم الذي قدمته المملكة لليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين من خلال مركز الماركسلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبقية المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية بل تجاوز ذلك إلى دعم البنك المركزي بأكثر من ملياري دولار لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار صرف الريال اليمني ودعم توفير المواد الغذائية الأساسية للشعب اليمني أوضح أل جابر إن التحالف سيعمل جنبا إلى جمع الحكومة اليمنية على استمرار التسهيل وتسريع إجراءات توريد المواد الغذائية والأدوية ومواد الطاقة الحيوية عبر ميناء الحديدة لضمان وصول الإمدادات إلى وجهاتها المقصودة ولمساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف العالمية غير الاعتيادية